النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابع نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة امتداد ضعيف لمخفض جوي من المحور الجنوبي الشرقي لبلاد الشام مدعوما عميا بكتلة هوائية قطبية للمنشأ باردة تتمركز الآن في الأجواء البحرية بين جزيرتي كريت وقبرص هذه المنظومة الجوية بعد مشيئة الله تعالى تفرض حالة من عدم الاستقرار الجوي الضعيفة على أجداء واسعة من بلاد الشام خلال ساعات نهر اليوم الثلاثاء وبالتالي يكون تقص الثلاثاء بإذن الله تعالى غائما إلى غائما جزئيا على فترات مع فترات تشميس سريعة ومتقطعة هناك فرص لزخات مطارية عابرة على أجزاء ضيقة من شمال غرب البلاد وسواحلها وأجزاء من الوسط والجنوب هذه الزخات المطارية تكون متفرقة وسريعة ومتفاوتة الغزارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بإذن الله تعالى 13 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى درجة واحدة تتحرك الرياح الشمالية الغربية بسرعة 15 كم في الساعة وتعمل عنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متوسطة مع ساعات نهار الأربعاء بإذن الله تعالى يتولد بين جزيزتي كريتو وقبرص مخفض جوي ضحل سطحي يتحرك شرقا باتجاه بلاد الشام ليدخلها مع ساعات بعض الظهر هذا المخفض الجوي السطحي مدعو من علمين بكتلة هوائية قطبية المنشأة باردة متعمقة في أجواء البحر أيضا سترافق هذا المخفض ليؤثرها معا على البلاد خلال الساعات القليلة القادمة وحتى مساء السبت وعليه يكون تقصر بإذن الله تعالى غائما جزئيا خلال ساعات ما قبل الظهر يتحول بشكل تدريجي إلى غائم ماطر على فترات مع ساعات بعد الظهر تكون الهطولات المطرية نهار الأربعاء متفرقة متفاوت الغزارة وتبدأ على المناطق الساحلية وتمتد لاحقا لتشمل شمال غرب البلاد وأوسطها وأجزاء من الجنوب ولاحقا تصل الهطولات المطرية حتى مناطق الجزيرة درجات الحرارة متوقعة نهار الأربعاء 13 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 4 درجات تنشط حركة الرياح الغربي للتهب بسرعة 20 كم في الساعة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متذنية مع ساعات نهار الخميس بإذن الله تعالى تستمر الفعالية الجوية الناتجة عن المخفض الجوي على شكل هطولات المطرية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء واسعة من البلاد مع فترات تشميس سريعة ومتقطعة تنخفض درجات الحرارة المتوقعة نهار الخميس تلامس 11 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا حتى درجتين تتحرك الرياح الغربية بسرعة 15 كم في الساعة وتعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متذنية إلى متوسطة إذن بإذن الله تعالى أجواء اليوم الثلاثة غير مستقرة غيمة مع فرص زخات عابرة نهار الأربعاء والخميس تبسأ تأثيرات منخفض جوي ماطر به طولات متفرقة على أجزاء واسعة من البلاد بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعض المدى من المتوقع أن تستمر تأثيرات هذا المخفض الجوي الماطر على فترات على شكل أمطار ربيعية حتى ساعات مساء السبت مع ساعات نهار أحد بإذن الله يتقدم نحو المنطقة مرتفع جوي مركزه تركيا ليفرض بعد مشيئة الله تعالى تقصى ربيعيا مستقرا دافئا ومشمسا تميل درجات حرارة للارتفاع بشكل ملحوظ اعتبارا من ساعات نهار الاثنين لتكون حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة إلى أعلى بقليل وبالتالي تنجلي كل الأجواء ومظاهر الأجواء الباردة الحالية بإذن الله تعالى مع ساعات نهار الأحد هذا كان كل ما يتعلق بحالة التقصى المتوقع قادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون